بسم الله الرحمن الرحيم سنتناول في هذا الجزء من المحاضرة المسؤولية عن إعداد الخطط الإدارية وأنواعها هل سمكن تقسيم الخطط حسب أهميتها وحسب المسؤولين عن إعدادها إلى سلاسة أنواع النوع الأول وهو الخطة الاستراتيجية وتلك الخطة تضعها الإدارة العليا وتشمل الأهداف العامة للمنظمة ووضع الميزانية العامة للمنظمة اثنين الخطة التكتيكية وتضعها الإدارة الوسطى ومدير الإدارات وتشمل الأهداف الفرعية للإدارات ووضع الميزانية الفرعية لتلك الإدارات. سالسا الخطة التنفيذية وتلك الخطة تضعها الإدارة التنفيذية ورؤسها الأقسام وتشمل أهداف التنفيذية اليومية أو الإسبوعية أو الشهرية ووضع ميزانية الأقسام والوحدات كذلك يمكن تقسيم أنواع الخطة الإدارية من حيث المعيار الزمني إلى واحد تخطيط طويل الأجل وهو يغطي كل أوجه النشاط بالمنظمة وتقوم بوضعه الإدارة العليا ويشمل مدته من 10 سنوات إلى 15 سنة اثنين تخطيط متوصل الأجل وهو وضع خطة تفصيلية للتخطيط طويل الأجل وتقوم به الإدارة الوسطى ويشمل مدته من 3 سنوات إلى 10 سنوات ثالثا تخطيط قصير الأجل وهو وضع خطة تفصيلية للتخطيط طويل الأجل والذي تقوم به الإدارة التنفيذية ومدته سنة فأقل وسنبدأ الآن في استعراض الاتجاهات الحديثة في التخطيط أولا من أجل الحصول على نتاج أفضل من التخطيط ظهرت بعض الاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى توسيع المسئولية في إعداد الخطط عن طريق إشراك الموظفين في عملية التخطيط جنبا إلى جنب مع الإداريين وكذلك عن طريق ما يسمى التخطيط الموجه من الخارج ويدعو التخطيط بالاشتراك إلى إشراك الموظفين في عملية التخطيط لمستقبل إدارتهم وأقصامهم انطلاقا من أن ذلك يعمق لديهم الإحساس بالمسئولية وأن المشاركة تدفعهم إلى الشعور بالرضى حينما يعرفون أنهم من خلال هذه المشاركة إنما أيضا يقومون بوضع تصوراتهم لمستقبلهم الشخصي في المنظمة أما التخطيط الموجه فتأثر بالرأي القائل أن عوامل التأثير الخارجية تلعب دورا خطيرا في تحقيق أهداف المنظمة واستمرارها ومن ثم فإن صياغة أعداد الخطط يجب أن يرتكد أولا على تحليل أصل هذه العوامل الخارجية على المنظمة وسنبدأ الآن في تناول الاتجاه الأول من التخطيط وهو التخطيط بالمشاركة إن تعريف التخطيط بالمشاركة ينطلق من مبدأ إداري هو مبدأ الإدارة بالأهداف والذي سابق أن استعرضناه في موضوع سابق من هذه المحاضرات والذي يعني أن يشترك الموظفون جنبا إلى جنب مع رؤسائهم في تحديد أهدافهم المقبلة وذلك على ضوء الأهداف العامة للمنظمة والتخطيط بالمشاركة من هذا المنطلق يعني أن بدل من أن تقدم الإدارة خطة جاهزة للمرؤوسين وتطلب منهم تنفيذها فإنها تبدأ التخطيط من القاعدة وأن تطلب من الموظفين إعطاء الرأي في عملية التخطيط وتقرير الخطط المطلوبة من المستقبل ولقد دلت بعض الدراسات في هذا المجال إلى أن بعض المنظمات التي تطبق هذا الاتجاه في التخطيط قد حققت أرباحا أعلى من المعدلات المعتادة نظرا للاختصار المحقق في الوقت اللازم للإعداد في التخطيط وفي التنفيذ ويمكن في هذا الإطار أن نحدد خطوات التخطيط بالمشاركة على النحو التالي أولا الحصول على آراء ومقترحات المشرفين ورؤساء الأقسام ورؤساء العمال بشكل مكتوب حول العوائق التي تحد من التنفيذ وحول الأسليب التي من شأنها تحسين عمليات الأداء ثانيا جمع الآراء والأفكار والمقترحات في إدارة مركزية أو لجنة أو مجموعة تنصيق وتصنيفها وفقا للتقسيم الوظائفي في المنظمة حسب إدارات الإنتاج والتسويق والتمويل والأفراد والبحوث والتطوير وتقسم المجموعة بعد ذلك لعدة مجموعات فرعية تكون كل مجموعة من شخصين أو أكثر وتقوم كل مجموعة بإعداد خطة عمل أولية لقسم من الأقسام وحتى يمكن الحصول على آراء محايدة في إعداد الخطط فإن كل مجموعة من هؤلاء تتولى وضع خطة للقسم الذي تملك أقل خبرة فيه فيقوم مثلا إثنان من إدارة التسويق ووضع خطة العمل لإدارة التمويل ويقوم شخصا من إدارة الأفراد بوضع خطة العمل لإدارة البحوث والتطوير وهكذا ثالثا تجتمع المجموعة بكامل أفرادها وتراجع الخطة الأولية ويوافق عليها جماعيا رابعا يعاد تقسيم المجموعة إلى مجموعات فردية متخصصة وتأخذ كل مجموعة خطة العمل الأولية في الحقل الذي تنتمي إليه فتأخذ مثلا مجموعة إدارة التسويق خطة التسويق الأولية ويأخذ فريق الإنتاج خطة الإنتاج الأولية وهكذا خامسا تقوم هذه المجموعة الفرعية ببحث أكثر تفصيلا لهذه الخطة الأولية للوصول إلى إعداد الخطة النهائية وهنا يلاحظ أن مكونات كل خطة يجب أن تشمل ما يلي أولا مسودة من ثلاث أجزاء تشمل تحليل موضوع الخطة والتوصيات وطريقة التنفيذ والرقابة عليها اثنين جدول لخمس سنوات يشمل العمليات والتلتيب الزمني لتنفيذها ثالثا قائمة بالإرادات التشغيلية والخفض المتوقع في التكاليف رابعا قائمة ببعض الافتراضات المحددة خامسا نظام الرقابة المقترحة ونأتي للخطوة السادسة حينما تتم دراسة جميع الخطط على النحو المشارع إليه في الفقرة السابقة تجتمع المجموعة الإدارية السابقة بكامل أفرادها ومراجعة وتقويم كل خطة وإجراء بعض التغييرات إذا لزم الأمر لذلك سابعا تكون الخطوة الأخيرة بإعداد المجموعة لبيان يحدد استراتيجية المنظمة وخطتها الخماسية وتقديمها إلى رئيس المنظمة أو مجلس الإدارة الذي يقوم بمراجعتها أو إجراء بعض التعديلات عليها ومن ثم الموافقة عليها واعتمادها كخطة عمل خمسية للمستقبل أما الاتجاه الثاني في الاتجاهات الحديثة في التخطيط وهو التخطيط الموجه من الخارج وينطلق أسلوب التخطيط الموجه من الخارج من المنطق الذي يرى أن استمرار وبقاء المنظمة أو إزدهارها في المستقبل يعتمد على مدى تفاعلها وتأثرها بالظروف البيئة الخارجية ومن ثم على الإدارة أن تعي تأثير عامل البيئة وتقوم بدراستها وتحليلها وتأثيرها على نشاطات المنظمة قبل البدء الفعل في إعداد خطاتها المستقبلية ووفقا لهذه الفكرة في التخطيط فإن مراحل إعداد الخطط يجب أن يأخذ التسلسل التالي أولا دراست وتحليل مفصل لجميع العوامل البيئية التي تؤثر بنحو مباشر أو غير مباشر على مستقبل المنظمة ونموها مثل الحال العام للقطاع الصناع الذي تعمل به المنظمة أحوال المنافسة التشريعات الحكومية اتجاهات السوق وغيرها من العوامل ثانيا ويتبع هذا التحليل للعوامل البيئة الخارجية تحليل العوامل البيئة الداخلية في المنظمة والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو ومستقبل تلك المنظمة وتشمل تلك العوامل السلع المنتجة القوى العاملة المرافق والتسهيلات بالمنظمة نظم الاتصالات الهيكل التنظيمي التمويل العلاقات الوظيفية وغيرها من العوامل في البيئة الداخلية ثالثا بعد تعريف ودراسة وتحليل العوامل البيئة الخارجية والعوامل الداخلية تقوم المنظمة بتحديد وتعريف المشاكل التي تواجهها في بعض القطاعات العمل وكيف تؤثر على بقائها وتطورها ومن خلال ذلك يمكن للإدارة أن تحدد مواقع معوقات ومواقع الفرص المتاحة رابعا تحديد السور البديلة التي يمكن لمنظمة اختيار أحداهما وذلك من خلال دراسة هذه البدائل على ضوء المواجهة مع العوامل البيئة الخارجية وتحديد إمكانيات المنظمة في اتخاذ هذه البدائل بما يتناسب مع تحقيق أهدافها المطلوبة خامسا تكوين الخطة المطلوبة على ضوء الخطوات الأربعة السابقة يتم ترتيب هذا النوع من التخطيط ويسمى التخطيط الموجه من الخارج أو التخطيط الاستراتيجي في المنظمة لينجم عن ذلك خطة عمل لمستقبل المنظمة تتلائم أهدافها الأساسية مع البقاء والتطور ومع عوامل البيئة الخارجية بما فيها من فرص وتهتداد وعوامل البيئة الداخلية بالمنظمة بما فيها من نقاط قوة ونقاط ضعف ترجمة نانسي قنقر